وبتحب التمثيل وليلين قوي اللي بشوف يعنيهم ان هم بيحبوا التمثيل فانت هتبقى حاجة كبيرة فده انا لسه فاكروا حد النهاردة مبدئياً عفريت عدل علام مع أستاذ عاد الإمام يعني كفاية ان انت توقف قدام أستاذ عاد الإمامي قيمة كبيرة جداً وحلم لأي ممثل يعني وأكيد الكلام ده تقال كتير والناس كلها بتقولوا كل اللي بيشتغل مع أستاذ عاد بيقول نفس الكلام ولازم يقول كده يعني لأنه إحساس مايتوصفش والممتع فيه هو انه بتشوف بني آدم بيشتغل الشغلانة دي بقى له سنين طويلة جداً وقد ايه هو بيحضر وقد ايه هو بيحب شغله وقد ايه هو مكتهب جداً في الشغل وبيراجع كتير ويعني تفاصيل أستاذ عاد الإمام بالنسبالي كانت رهيبة فالسه اللي أنا فاكره هو طبعاً أول مشهد بتعمله مع أستاذ عاد الإمام يعني حاجة وأنا كنت عامل عفريت فعفريت بقى هو ميكوب وتاتوهات وبتاع وبعدين وقف كده فأول شاط خالص عمل الحركة بتاعت حاجبه دي رفع لي حاجبه كده فطبعاً الكلام كله اتمسح وأقعد يضحك أنا هو فأنا فاكر المواقف ده كان رهيب بس طبعاً الفيدباك اللي خدتم من المسلسل ده والفيدباك من أستاذ عادل شخصياً فادني جداً وحساسني إن أنا ماشي في تراك الصحي عائلتي ما كانتش فاهمة إزاي أنت راجل بروفاشنال أي كورة ومحترف وابتلع في منتخب مصر والكلام ده وفجأة هتعمل شفت للكرير وهتبقى ممثل فهما ما كانوش مفاهمين ده فأنا بقى الفيدباك بتاعهم إن هما ما لما بعمل أي دور أو حاجة بيبقى فيه خضة خضة اللي هو أي ده هو ده إنت إزاي؟ فيعني ده بالنسبالي بيسعيدني جداً المواقف يعني يمكن الناس عارفة إن أمير جزء أختي فلو في مواقف في العائلة بيننا بتبقى مثلاً والدتي تقول لأمير هو أنت هتعمل إيه في أحمد في المسلسل فأمير ما عرفش إيه ده ده إيه يبقى مثلاً أنا بعمل دور فيلين وهو دور مثلاً في بوخارست فلو هو أنت هتقتل حمادة الطايف هيقول له والله العظيم ما هقتله يا ستي يعني الحاجات بتاعت الأمهات دي يعني في الكورة مفيش وسطة وفي التمثيل مفيش وسطة اللي بيبقى عنده وسطة في التمثيل ما بيعليش ما بيقاش حاجة مش هيكمل زي في الكورة يعني أنا والدي كان صلاح حسلي كان بيلعب في النادي الأهلي لو أنا ما كنتش كويس عمري ما كنت هلعب في النادي الأهلي ولو ما كنتش كويس عمري ما كنت هحترف وعمري ما كنت لعب من تغب مصر فهي إمكانياتك وتعبك وشغلك أنا بقول إن التالنت ممكن يبقى أو الموهبة ممكن تبقى خمسين في المائة بس قصادها فيه تعب ومجهود خمسين في المائة عشان تقدر توصل إن انت تبقى في الليفل العالي يعني النهاردة لما بشتغل مع أستاذ عاد الإمام بشتغل مع أستاذ طرق العريان بعد ما كنت لعب كورة مثلا بلعب في متخم مصر وكان مدربي مثلا كابتن محمود الجهر يا الله رحمه كان ليه زملك كبار جدا كابتن حساب حسن كابتن برايم حسن لعبت مع ميدو برايم سعيد يعني ليه كارير في الكورة بس يوم ما حولت وبقيت ممثل اشتغلت مع الليفل العالي قوي يعني اشتغلت مع الناس كلها فده معنا إن أنا تعبت في شغلي وده معنا إن أنا الناس دي مش بتجامل بالعكس يعني أنا لو كنت عايز أمثل من أول ما بطلت كورة كممكن أستعمل اسمي كلعيب كورة واستغلوا إن أنا مثل بس أنا ما عملتش كده أنا دخلت وعملت اوديشن زي زي أحد بعد ما بطلت كورة بخمس سنين مش مش على طول ليه لأنني كنت عايز أدرس الموضوع عايز أدرسه عشان أخش أخده خطوة بخطوة لأنه حلوته في المشوار مش في إن أنت توصل على طول ترجمة نانسي قنقر